من باماكو حيث قام جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بفخامة الرئيس المالي إبراهيم بوبكا كيتا بزيارة المستشفى الميداني العسكرية الذي أقيم بالعاصمة المالية في إطار المساعدة الإنسانية التي قدمها المغرب بتعليمات ملكية سامية لفائدة الشعب المالي محمد نوار والتفاصيل يشكل المستشفى العسكري الميداني المغربي بباماكو وجها مشرقا من أوجه التضامن الإنساني المغربي بقيادة جلالة الملك محمد السادس مع الشعب المالي الشقيق وهو يمثل مقاربة جديدة للعمل التضامني وامتدادا للعلاقات التاريخية والروحية القائمة تقليديا بين المغرب ودول جنوب الصحراء زيارة تفقدية للمستشفى الميداني المغربي قام بها جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بالرئيس المالي فخامة الرئيس إبراهيم وبكر كيتا حيث تقدم للسلام على جلالة الملك الجنرال دو كوردارم عبد العزيز بناني المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والجنرال دو بريغاد عالي عبروخ مفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية والكولونيل عبد الواحد بايت الطبيب ورئيس المستشفى العسكري الميداني المغربي كما تقدم للسلام على جلالة الملك وزير الصحة العمومية المالي السيد عثمان كولي زيارة اطلع خلالها جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس المالي على التجهيزات التي يتوفر عليها المستشفى والخدمة التي يقدمها للمواطنين الماليين كما قام جلالة الملك مرفوقا بالرئيس المالي بجولة عبر مختلف مصالح ومرافق المستشفى العسكري الميداني الذي أقيم بالعاصمة المالية باماكو في إطار المساعدة الإنسانية التي بادر المغرب إلى تقديمها بتعليمات ملكية سامية لجلالة الملك محمد السادس لفائدة الشعب المالي ومنذ استتاح استقبل المستشفى الذي أقيم بالقرب من ملعب مودي بوكيتا في قلب العاصمة المالية مئات الأشخاص الذين استفادوا من مختلف الخدمات الاستشفائية في شتاء التخصصات وخاصة طب الأعصاب والطب النفسي وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي والطب العيون والجراحة التجميلية والطب الأطفال والنساء وقد تم توفير جميع التجهيزات اللازمة لنجاح هذه العملية الإنسانية مدعومة بتجهيزات طبية متطورة من بينها مختبر وقسم للجراحة يضم مصلحة للإنعاش ومواقع للتخذير العام وقسم للمستعجلات وفضلا عن هذه الخدمات الاستشفائية إن المرضى يحصلون على كميات كبيرة من الأدوية حسب الأمراض التي يعانون منها ويتوفر المستشفى الذي يؤطره فريق طبي يضم مئة وستة أشخاص من بينهم أطباء مختصين وممردين وفريق للمواكبة والدعم عن طاقة استعابية تتسع لأربعين سريرا بالإضافة إلى دعم إنساني من مؤسس محمد الخامس للتضامن يقدم للوافدين على المستشفى الميداني المغربي لتلقي العلاجات الضرورية وتعتبر مبادرة جلالة الملك محمد السادس بإقامة مستشفى الميداني في مالي التفاتة إنسانية نبيلة تترجم الالتزام الشخصي لجلالة الملك إزاء القضايا الإنسانية كما تترجم حرص جلالته الدائم على تجسيد قيم التضامن والمساعدة والتعاون لتضميد جراح الشعبي المالي الشقيق مبادرة ملكية كريمة ذات أبعاد إنسانية قوية تندرج في إطار التضامن الفعال للمملكة المغربية مع البلدان الإفريقية الشقيقة وخاصة منها مالي التي يقيم معها المغرب علاقات عريقة ومتميزة وقد كانت هذه المبادرة الملكية محط إشادة واسعة من طرف سام المسؤولين الماليين وكبار العلماء والأعيان والشعب المالي قاطبة مبادرات ملكية إنسانية وكريمة أطلقها جلالة الملك لفائدة دولة مالي وشعبها الشقيق لقية التقدير الكبير والامتنان العميق من طرف الدولة المالية عبر عن ذلك الرئيس المالي أمام حوالي عشرين من قادة الدول وآلاف المواطنين خلال حفل التنصيب الرسمي بملعب السادس والعشرين من مارس وقال الرئيس المالي مخاطبا جلالة الملك إن حضوركم اليوم يا صاحب الجلالة لا يعد بالتأكيد عربون تقدير وسداقة وسنظل ممتنين لكم عليها إلى الأبد ذلك هو المغرب مغرب التضامن الإنساني زار أعضاء من الاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي مدينة الداخل في ختام زيارتهم للأقاليم الجنوبية للتعرف على المؤهلات الاقتصادية والبنيات التحتية الأساسية كما عقدوا عدة لقاءات مع عدد من مسؤولي الجهة محمد تاروزي ومحمد يداس شباب من الاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي في زيارة للداخل بعد العيون وبجدر تورطة كانت الأولى ضمن برنامج الشباب حيث اطلعوا على المؤهلات المناخية والبيئية وكذا مزايا التربة التي تنتج أصناف هامة من الخضر بجودة عالية معلمة رأت النورة منذ شهور معدودة شهدت هي الأخرى زيارة عضاء الاتحاد الدولي إنه قصر المؤتمرات بكل تفاصيله المعمارية والهندسية وكذا التقنية وطاقته الاستيعابية وأدواره في إنعاش سياحة المؤتمرات تم شرح كل ذلك لهم قبيل لقاء خاص عقدوه مع والجها ومن ثم المنتخبين حيث اطرحت الملفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية بشكل قوي رغبة من زوار الداخل الشباب في معرفة حيثيات قضية الصحراء ومكامل الاختلاف والحلول السياسية المعقولة المطروحة على طاولة الأمم المتحدة طرحنا فكرة زيارة اليوزي للأقاليم الصحراوية ثم زيارة مخيمات اللجوء لتصنع صورة من أجل إصدار حكم مبني على حقائق ولا أرض الواقع اليوم اليوزي في اليومين التاليين واليوم ونحن في مدينة الداخلة تغير لديها الكثير من المعطيات وعرفت أول أن هناك استقرار في الأقاليم الصحراوية أن هناك بناء وتشهيد أن مسلسل تنمية انطلق ربما ليس كما نريده نحن الآن كشباب وقصرحنا منذ سنوات طوال أن يكون هناك زيارة ميدانية للجهتين نجيونا للأقاليم الجنوبية ونمشيو المخيمات تندوف للوقوف على الواقع الحال وعلى الوضع السياسي هنا في الأقاليم الجنوبية الوضع الاقتصادي ما تم إنجازه ما هي النقاط الخلال كذلك وما زال وكذلك بناء جسر التواصل لأننا متختانعين أن المشروع الحكم الداتي والمشروع لن ينجز ولن يتمكن إلا بخلق جواز ثقة بين الطرفين وتأتي هذه الزيارات لتوضيح صورة الواقع المعاش بالأقاليم الجنوبية لشباب لم تطأ أقدام بعضهم هذه المناطق إن أبدأ بعضهم دهشة للتطور والتقدم الذي عرفته الداخل هي مناسبة مكنتنا من الإطلاع على المؤهلات التي تزخر بها المنطقة كما منحتنا فرصة لقاء مع وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية ووالي الجهة ورئيس البلدية إضافة إلى مسؤولنا محليين وأطلعونا على مصار التنمية بهذه الجهة مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان شهده الآخر زيارة شباب الاتحاد الدولي حيث دارت نقاشات بصبغة حقوقية القانون والقرارات والأعراف والاتفاقيات الدولية وما يضور في فلك حقوق الإنسان كانت النقاط الجوهرية التي طرحت خلال هذه النقاشات الحالة اللا إنسانية التي يعيشها المناضر الصحراوي سلمو السيد مولود كانت محور لقاء تواصله بالرباط نظمت لجنة العدل من أجل مساندة هذا المناضل الذي يواصل اعتصامه أمام مفوضية غوث اللاجئين بن واكشو التقرير للعليا حماميد الذكرى الثالثة على اختطاف المناضل مصطفى سلمو السيد مولود شكلت مناسبة لتنظيم لقاء تواصلي من طرف لجنة العمل من أجل مساندة المصطفى سلمو قصد تنوير الرأي العام الوطني والدولي حول الأوضاع اللا إنسانية التي يمر منها هذا المناضل الرجوع إلى كنف أسرته مع حق التعبير الحر من بين المبادئ التي تؤكد عليها جميع المواثيق والأعراف الحقوقية والإنسانية الأمور الأساسية هي جمع أسرة أولا والثانية حق الاختيار في مدد الإقامة يرجع لأرضه لبلاده هذا حقه وإذا أراد أن ينتقل لبلاد آخر هذا كذلك حق له فالمطولة السلامية اللاجئين يجب عليها أن تقوم بهذا العمل لأنه أنشئت لهذا والطالب دينا غير مشروط مع المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمع المدني والحزب السياسي من أجل التدخل وإبلاغ صوت للجميع من أجل إيجاد حل لهذا المناضل لأن هذا المناضل كانت فيه الشجاعة وكانت فيه الجرأة لإعلان عن الموقف ديره أمام المنتظم الدولي كما تم خلال هذا اللقاء تكريم العرب المحراش رئيس المجلس الإقليمي لوزان اعترافا بالمجهودات التي يقوم بها لمساندة المناضل مصطفى سلمى وولد سيدي مولود وفي بلاغ لولاية جياتي قيمي مصمارة توصلت القناة بنسخة منها أنه على إثر نزاع بين قبيلة أيتوسة وقبيلة أيت النصة حول حقية الملكية العقارية بشرت السلطات الترابية المختصة بمساهمة فعالة لمنتخبي وأعيان وشيوخ وفعاليات مدنية على عقد سلسلة من الاجتماعات لإيجاد تسوية لهذا النزاع اجتماعات أسفرت عن إيجاد حل بشكل توافقي وإضائي في ترسيم الحدود بين قبيلة أيتوسة وقبيلة أيت ذكرية تابعة للمجموعة القبلية أيت النصة وتجري مساعي حميدة بين طرفين النزاع لحل باقي النزاعات الحدودية بين القبيلتين وتجدر الإشارة أن بعض الأفراد المنتمين لقبيلة أيتوسة قاموا بنصب مجموعة من الخيام داخل العقائل المتنازع فيها الشيء الذي يعتبر إجراء خارجا عن القواعد القانونية المعمول بها وحرصا من السلطات الترابية على المحافظة على الأمن والنظام العام وبتنسيق نمع الفعاليات القبلية لأيتوسة فقد تمت يوم السبت 21 شتمبر 2013 إزالة الخيام الغير مرخص لها بطريقة سلمية علما أن الحوار لا زال مستمرا بين القبيلتين لإيجاد تسوية لهذا النزاع بالمركز الاستشفائي لإقليم سيدي إفني قامت المندوبية الإقليمية للصحة وبتنسيق مع جمعية سياند سمايل البلجيكية بتنظيم حملة طبية همت أمراض العيون الحملة استهدفت ساكنة الوسط القروية بالإقليم تفاصيل مع حيجب تامك ومحمد بعيريس عدد من ساكنة الوسط القروي بإقليم سيدي إفني استفادوا من حملة طبية همت بالأساس جراحة العيون أو ما يعرفوا بالجلال عمليات أشرف عليها طاقم طبي متخصصة في أمراض وجراحة العيون جنال هنا باش نديرو عمليات الجلال الناس اللي ما عنده مش الإمكانيات إن شاء الله غدين لكتب الله نديرو 120 حالة هنا الحالات منتقدمة حالات تطلب ساعاتها لساعة ونص بمرات نساعة قامت المندو بياد ويزارة استحى على إقليم دياسيدي إفني مع جمعية سياند سمايل البلجيكية لحملة الفحوصات الطبية وجراحة العينين للجلالة في إقليم سيدي إفني اللي هذه العملية دمت من 90 في الشهر شتنبير إلى 22 منه استفد منها في عدد الفحوصات قمنا بما يناهز ألف فحص على الصعيد الإقليمي وقامت الفرق الطبية تنقيل إلى جميع المراكز الصحية نستفد فيها جميع المناطق الصحية خاصة المناطق النائية مبادرة اجتماعية استهدفت ساكنة المناطق النائية الذين يجدون صعوبة في التنقل إلى مناطق أخرى بعيدة وقد خلفت هذه الحملة ارتياحا كبيرا من لدن المستفيدين تهلوا فينا مخصنحت حاجة بارك الله فيكم زوزاكم الله وأنا خيرا والله لا يوقفوا معنا ووقف زينا والله ودواونا تبارك الله وخلاو علينا شي حاجة حايبة والله الله يطول عماركم إن شاء الله هذه الحملة تدخل في إطار الاهتمام وزارة الصحة بمناطق النائية وهذه الحملة مجالفة الضعيفة التي لها إمكانيات انسيقى للمستشفى البعيدة الحمد لله هذه الحملة مرت في ظروف جيدة حملة طبية تأتي بهدف مساعدة الأسري المحتاجة وتقريب الخدمات الصحية لساكنة الوسط القروي الذي يفتقر لمثل هذه العلاجات وتخصصات طبية رياضيا عقد صباح اليوم بالفضاء الجمعوي بمدينة العيون الجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي للقنص بالأقالم الجنوبية الجامعة عرف حضور مجموعة من ممارسي هذه الرياضة بالمنطقة وكذا رئيس المنتدب لجامعة الملكية المغربية للقنص أحمد هبان وابو جمع الزاوي بالفضاء الجمعوي بمدينة العيون التامى شام الهوات وممارس رياضة القنص من خلال الجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي للقنص بالأقالم الجنوبية الجمع العام التأسيسي عرف حضور الرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للقنص حيث عرف تقديم عردين يتمحوران حول الآفاق المستقبلية للقنص بالأقالم الجنوبية وكذا تعريف بقانون القنص وكيفية التعامل مع المخالفين من أجل الحفاظ على ثروة الحيوانية بالمنطقة تم اليوم انتخاب مكتب جديد للأقالم الجنوبية التي ستشرف على تنظيم القنص بهذه الأقالم وأننا نأمل أن السلطات المعنية تأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي هي موجودة بهذه الجهة خاصة المشاكل المتعلقة بالقنص العشوائي لكي يكون واحد لإبادة الوحيش بهذه الأقالم والإصلاحات من قارضة هذا مولود جديد الذي أحديثه من طرف الجامعة الملكية المغربية للقنص من أجل أولا حماية الثروات الموجودة في المنطقة التي هي الوحيش من أجل كذلك تعية جميع القنصين والصيادين في هذه المناطق من أجل كذلك يعطى الفرصة من أجل توفير الوحيش للصيادين وتوفير كذلك مناطق من أجل الصيد بتنسيق من طبيعة الحل مع السلطات المحلية وعلمية والقبات ومع جميع الجهات المسؤولة هذا المكتب اللي الحمد لله شرفنا هذا النهار اللي أسسناه فيه لأنه في الحقيقة قيمة مضافة في هذا الميدان ديال القنص ونحن أسسناه بإلحاح وبطلب مننا كاملين باش يمكننا هذه الأقاليم إن شاء الله ربنا نحموها ونحاولوا باش كأننا نوصلوا الهدف اللي طالبونه فهذا الميدان اللي هو حماية هذا الموروث الطبيعي وأضحى التعرف ريادة القنص خلال السنوات الأخيرة إقبالا متزايدا من طرف ممارس هذه الريادة الشيء الذي سام في بروز عدة بطولات محلية وسيساهم المكتب الجاوي للقنص بالعقاليم الجنوبية لا محال في تقنين هذه الريادة وكذا تخصي سمك خاص بها انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم البشير بوفريوي عن سن تناهزه ستة وثمانين سنة الفقيد ينتمي لقبيلة تيتوس كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم أدمين الحبيب والمحمد والحسن عن سن تناهزه ستة وسبعين سنة الفقيد ينتمي لقبيلة ايت ياسين ايت حمو وكان قيد حياته أحد أفراد المقاومة وعضاء جيش التحرير كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحوم باركا من تلفاط من سن تناهز الثلاثة والثمانين سنة الفقيد تنتمي لقبيلة سلام رحمنا ابراهيم ولاد سيدي بوكر تغمض الله الجميع بوسع رحمته واسكنهم فصيح جناته والهم ذويهما صبر والسلوان وإن لله وإن إليه يراجعون نصل الآن للفقرة اليومية الخاصة بأحوال التقصي اليوم غد إن شاء الله والتي تشير إلى أن التقصي سيكون مستقرا مع صحب طفيفة قرب السواحل درجة الحرارة الدنيا تترى وحوهما بين ثمانية عشر درجة بكل من قليم موسيدي في واربعين وعشرين درجة بالقوار أما درجة الحرارة العليا فاتترى وحوهما بين سبعين وثلاثين درجة بكل من المدرقة ووسردوى خمسين وعشرين درجة بالداخل موسيدي حالة البحر بالواجهة الأطلسية قليل الهيجان لها على العموم موسيدي شرق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة السابعة وثلاثين واربعين دقيقة ما الغروف سيكون على الساعة السابعة مساء وسبعين واربعين دقيقة موسيدي درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا تسعين وثلاثين درجة بنواكشو ثمانين وثلاثين درجة بنوادي بواحد واربعين درجة بالزويرات خمسين وثلاثين درجة بتندوف وبالعاصمة رباط سبع وعشرين درجة موسيدي قبل الختام نذكر مشاهدي الكرام أنه يمكن لمن فاتت متابعة نشرة الأخبار لأيام السلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعة البت الحي لقناة العيون وإذاعتين العيون والداخل الجويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي لاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس كونكوم كما يمكنكم متابعة نشرة الأخبار وشديد برامج عبر الآيفون وهواتف لاندرويد وذلك بتحميل تطبيق المجاني لقناة العيون من الأبستور وجوبل بلاي كما تلتقون غدا بإذن الله مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية شكرا لكم على حس المتابعة أينما كنتم وفي أمان الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة